وبالأمس سئلنا عن أنه هل كان بعض من المسلمين من المسلمات ينكرن على عائشة هذه الفضائح هذه الخروقات للشرع وللآداب قلنا نعم ووعدنا بأن نأتي بشواهد آتيكم بشاهدين من اثنين عظيمين من كبار الأبرار أحدهما امرأة والثاني رجل أما الامرأة فأم المؤمنين حقا السيدة أم سلمة رضوان الله تعالى عليها حقيقة سلام الله عليها هذه المرأة واقعا هذه المرأة لها كثير من الإدانات لعائشة والإنكار عليها أنه تجدد سوي خافي الله على هذه التصرفات على هذه الأفعال على هذه الخروقات للآداب والشارع من بين تلك الإنكارات هذا الذي أنقله لكم من رواية ابن قتيبة علم من أعلام العدو في كتابه غريب الحديث الجزء الثاني الصفحة 180 يحكي أن أم سلمة جاءت لعائشة قبيل معركة الجمل تريد عائشة أن تخرج الآن لمعركة الجمل فأم سلمة تأتيها ناصحة تنصحها تعظها فماذا تقول تقول إنك سدة بين محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وبين أمته انت سدة باب مضروب عليك باب مسدود لا تكسرينه وحجابك مضروب على حرمته على حرمة رسول الله صلى الله عليه وآله قد جمع القرآن ذيلك فلا تندحيه الذيل هذا الذي كان تجره المرأة من ذيول الثياب وما أشبه يسمى ذيل لا تندحيه لا توسعيه وسكن عقيراكي فلا تصحريها هذه كلمات بليغة من أم سلمة أم سلمة أيضا كانت بليغة للعلم سكن عقيراكي العقيراء ما كان الإنسان يتخذه كمسكن كمنزل مثل ما يقال عقر دارهم ماكو هالشكل فكناية عن مكانكي يقول سكن عقيراكي انت ساكن مكانك فلا تصحريها كناية عن أنه لا تخرجي لا تخرجين في الصحاري والبراري وإلى آخره تتهتكين تخرجين في وسط الرجال الله من وراء هذه الأمة الله المتكفل بهذه الأمة لأنه عائشة كانت تدعي لا الأمة كأنه مسؤول هي مسؤولة عن الأمة كأنه النبي جعلها هي الوصية قال انت مسؤولة انت الوصية أنا أصيج بأمتي انت مسؤولة عنهم انت شكو أم سلمة عليه السلام تقول الله الله من وراء هذه الأمة إلى أن تمضي فتقول هنا التفتوا تقول حماديات النساء يعني ما تحمد عليه النساء غض الأطراف وخفر الأعراض صون الأعراض وقصر الوهازة الوهازة يعني الخطوات قصر الخطوات ما تطلعين تروحين وتجيين قصري خطواتك خليك في البيت لماذا أم سلمة تقول هذا الكلام لعائشة شوفوا أيها الإخوة إذا واحد يشرب خمر أنا أجي أقول له ما يحمد عليه المؤمن الامتناع عن المسكر واحد أجلكم الله ينظر إلى المرأة الأجنبية أجي أقول له ما يحمد عليه المؤمن غض البصر لما واحد يتكلم هذا الكلام يعظ أحدان إذن المراد منه أنه هذا الأحد واقع في هذا الشيء عند الواعظ الواعظ يعرف أن هذا الإنسان الذي يعظه يأتي منه هذا الفعل المنكر فلذلك يعظه ويخوفه أم سلمة كانت واقفة على حقيقة أن عائشة امرأة متفحشة لا تصون عرضها ولا تغض بصرها وأطرافها ولا تقصر خطواتها تروح تسير تدور على حل شعرها مثل ما يقولون عرفت القضية وين تقول لها حماديات النساء غض الأطراف غض طرفك معيونك كل على الرجال وخفر الأعراض صوني عرضك مباذل عرضك لللي رايح واللي جاي وقصر الوهازة قصر خطواتك إلى أن تمضي أم سلمة عليها الرضوان فتقول في وعظها لعائشة تقول لو سرت مسيرك هذا أطلع من البيت وسيأتيكم أنها مطلعة طلعة عادية ترى لما راحت إلى معركة الجمل ما كانت رايحة متسترة رايحة متبرجة رايحة متبرجة كانت سأثبت لكم هذا إن شاء الله تعالى راحت متبرجة بكمال التبرج منتهى التبرج فأم سلمة ترجف من هذا الشيء اللي كانت تتسوي عائشة تقول والله ماكو حياء أصلا من رسول الله صلى الله عليه وآله هكذا تصنعين تقول لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي ادخل الفردوس يعني نفرض أنا أسير هذا المسير بهذا التبرج بهذا العصيان لأمر الله ولرسوله الله يقول وقرنا في بيوتكم ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى وهي لم تقر وتبرجت وراحت وشقت عصا المسلمين وراحت تناجز الخليفة الشرعي وأوقعت القتلى تقول أم سلمة لو أنا ما كانت وغفروا لي كل هذا الله غفر لي كل هذا وقيل لي ادخل الفردوس مع هذا هم ما أطب ليش لأنه أستحي من رسول الله صلى الله عليه لو سرت مسيرك هذا ثم قيل لي ادخل الفردوس لستحييت أن ألقى محمدا صلى الله عليه وآله لستحييت أن ألقى محمدا صلى الله عليه وآله هاتكة حجابا قد ضربه علي عائشة هتكت حجاب رسول الله صلى الله عليه وآله هذا هو الواقع اجعلي حصنك بيتك ووقاعة الستر قبرك حتى تلقينه حتى تلقين النبي إذا تريدين صدق تجتمعين بالنبي التزمي بالستر بالحياء بالعفاف بالقرار في البيت وليس خلاف ذلك زي هذا نموذج هذا نموذج من انكار امرأة سيدة مؤمنة متقية فاضلة حقيقة تسوى هاي أم المؤمنين يعني حقيقة تسوى أن يقال لها أم المؤمنين هذا أم المؤمنين هكذا وإلا فلا أم المؤمنين طلعت لي لافست لي مورد ومتزينة بالذهب وتصرخ وتصيح وتلفت الرجال إليها هاي أم المؤمنين هذا نموذج نموذج آخر من الانكار من ذلك المؤمن البطل الشريف الشجاع الذي كان لأمير المؤمنين عليه السلام كما كان هو أي أمير المؤمنين لرسول الله صلى الله عليه وآله وهو مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه مالك الأشتر مو مثل هم شيعة هالأيام ولا مثل معممي العالمين الثالث والرابع مالك الأشتر سياف في الحق ما عنده روحه تعال يشوف بعين بالله عليك مالك الأشتر يشوف عائشة تريد أن تهتك حجاب رسول الله صلى الله عليه وآله وتخرج متبرجة تتخالط تخالط الرجال وتحرض على الفتنة وعلى محاربة أمير المؤمنين عليه السلام تريد من مالك الأشتر يسكت ما يسكت ما يقبل إيمانه ما يخلي يسكت إلا أن ينهى عن هذا المنكر وإلا أن يتصدى لعائشة ويهددها ما أكو أم المؤمنين هنا ما أكو مثل هذول اللي ما يفتهمون حبق المعممين الذين يقولون علينا أن نحفظ عائشة حفظا لرسول الله لأجل عين ألف عين تكرموا ما أكو أشيء هذا عند مالك الأشتر هذا ما أكو في ميزان مالك الأشتر مالك الأشتر عند هذا الميزان تطيعين انخليش على راسنا زوجة رسول الله صحيح تعصين تتبرجين أدبت ما خليت هذا منطق المؤمنين هذا منطق الأبرار هذا منطق الشيع الحقيقيين أن يكونوا سيافين في الحق لا يخافون في الله لو ما تلائم منطق مالك الأشتر ليس منطق المتردية والنطيحة التي عندناها الأيام مالك الأشتر لما علم بعائشة أنها تخرج هو يعرف صفات عائشة من ذي قبل حتى قبل خروجها قلت لك هذه الصفة ما العائشة عرفها كل المؤمنين امرأة متهتكة أدبسز يعني عرفتش لون فعرف طالعا من بيتها تريد تسوي حرب ما طالعا لله ولا طالعا لثارات عثمان ولا طالعا لإصلاح تريد أن تتفحش تريد أن تبيع عرضها بصريح العبارة تريد تتونس تريد تتونس هذا الواقع تريد أن تخالط الرجال وتريد أن تتكشف أمام الرجال هذا الواقع مالك الأشتر كان يعرف هذه الحقيقة فأرسل رسالة حادة شديدة اللهجة للخبيثة عائشة حقيقة هذه الرسالة تستحق أنا أقول كتغذية لمنهاج البراءة هذه الرسالة تستحق أن تحفظ وتستحق أن تكتب وأن تعلق في مساجدنا ومراكزنا الإسلامية حقيقة هذه تستحق حتى الناس تعرف كيف يكون الإنسان المؤمن الموالي كيف يتصرف كيف يتصرف مع أعداء الله السلام عليكم ورحمة الله أهلا وسهلا خير أهلا وسهلا كيف يتصرف الإنسان الموالي روى أبو مخنف الكوفي كما نقله عنه ابن أبو الحديد في شرح النهج في الجزء السادس الصفحة 225 وكذلك نقله ضامن ابن شدقم في كتابه كتاب الجمل الصفحة 30 يقول كتب الأشتر من المدينة إلى عائشة وهي بمكة مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه كان في المدينة وزيرا لأمير المؤمنين صلوات الله عليه وقائدا لجيشه عائشة هم كانت في مكة بدأت التحريض على أمير المؤمنين شوف شنو كتاب له قال أما بعد فإنك ضعينة رسول الله صلى الله عليه وآله وقد أمارك أن تقري في بيتك فإن فعلت فهو خير لك فإن أبيتي هنا يهددها فإن أبيتي إلا أن تأخذي من سأتك يعني تأخذي عصاك وتلقي جلبابك تريدين أن تتعرين وتبدي للناس شعيراتك أنا أعرف أنت شنو وماذا تريدين إن فعلت هذه الأمور قاتلتك حتى أردك إلى بيتك والموضع الذي يرضاه لك ربك هالشكل يهددها يقول أنا أعرف أعرف حقيقتي أنا إذا ترجعين هذا اللي أمرك رسول الله صلى الله عليه أمرك الله عز وجل بذلك وقرنا في بيوتكم ترجعين زي جيد أنا أكف عنك أما تأبين إلا أن تأخذي من سأتك تأخذين ويقولون أم السعف والليف ماكو هذا السعف والليف تأخذين ويات وتلقي جلبابك يعني تنزعي عن نفسك جلباب الحياء ماكو حياء بعد تخالطين الرجال وكذا وتبدي للناس شعيراتك تريدين أن تتكشفي أمام الناس ليس لك عندي إلا السيف والقتال حتى أردك إلى البيت صاغر راغما هذه العبارة من مالك الأشتر رضوان الله تعالى عليه تكشف عن أية حقيقة أن هذه إمرأة ساقطة أخلاقيا يعرف يعرف حقيقتها ونواياها يعرف أنها امرأة لا تقيم للحياء وزنا ولا للتقوى والورع وزنا أبدا ما تلتزم يقول صريح العبارة يقول تنزعي تلقي جلبابك وتبدي للناس شعيراتك أنا أعرف تريدين أن تخرجي متبرجة تلفتين الرجال هذا هو الواقع طبعا عائشة ردت عليه احترق قلبها من مالك الأشتر أكثر من كانت من أكثر من كانت تحقد عليه عائشة وتدعو عليه أولا أمير المؤمنين عليه السلام الثاني مالك الأشتر للعلم اقرأ التاريخ كثير كانت تدعو على مالك تلعن مالك تسب مالك وتلعن أخاها وتسبه أيضا محمد بن أبي بكر تحقد على ذول وذول كانوا أركان يعني أركان أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كبار أصحابه والأوفياء المخلصين له تحقد عليهم كبار أصحابه فشوف بماذا أجابته كتبت في جوابها كتبت في جوابه أما بعد فإنك أول العرب شب الفتنة عجيب هو شب الفتنة الله أكبر هو يريد أن يثبت واقعا هو كان يدعو إلى الوحدة هذا الحاكم هذا الخليفة هذا الإمام ليش الفتنة أنتوا تتسوون فتنة أنتوا تتسوون فتنة لا العكس يصير عندهم فإنك أول العرب شب الفتنة ودعا إلى الفرقة وخالف الأئمة ليش رافضي خالف الأئمة أبو بكر وعمر وعثمان ما يرضى أي مخالف وسعى في قتل الخليفة الخليفة المظلوم عثمان ذو النورين طبيعي رافضي معقولة يسقط على عثمان ما يسقط ما يسقط طبيعي وقد علمت أنك لن تعجز الله حتى يصيبك منه بنقمة ينتصر بها منك للخليفة المظلوم الآن خليفة مظلوم ما لعنت الوالدين البارحة قتلونا حسنا فقد كفر الآن صار خليفة مظلوم وقد جاءني كتابك وفهمت ما فيه فهمت هذا كتابك وسيكفينيك الله وكل من أصبح مماثلا لك في ضلالك وغيك إن شاء الله طبعا ما كفاه الله لأنه بالنتيجة هزمت عائشة وجاء أمير المؤمنين ومعه مالك الأشتار ومحمد ابن أبي بكر ووقفوا عليها وهي طايحة من الجمال ومخدوشة من السهام كانت وجاء أمير المؤمنين هم زيادة في تحقيرها أخذ عصاه وضرب بها على أطراف محمل الجمال الهودج وقال إيه يا حميرا أردت أن تقتليني كما قتلت ابن عفان مالك الأشترهم موجود وبعدين مالك الأشترهم دخل عليها قصص كثيرة تفاصيل رائعة يا ريت أكو عندنا إمكانيات نسوي فيلم عن هالأشياء نسوي مسلسل عن هالأشياء مو ضحكين على العالم نسوي لهم مسلسل عمر مثل ما يقولون الأخوة جايبين أحلى واحد ممثل سوري ضلعين مسوينا عمر وهو كان رجل قبيح رجل أسود شلون صار أبيض ما ندري على يتحال لازم الناس تعرف الحقائق تعرف الحقائق مو قصص أكاذيب وتزييف وتجميل للشخصيات الغابرة لازم الناس تعرف هذه الشخصيات على الأقل ما لها وما عليها خلي واحد يكون متوازن هذا المطلوب ما عندنا إمكانات إن شاء الله يصيرك وإمكانات الشاهد مالك الأشتار هذا موقفه أنكر عليها تبرجها أم سلم أنكرت عليها تبرجها وهذا كله كاشف عن حقيقة أن هذه امرأة فاسدة ساقطة كانت تتعمد التبرج ولا تتعمد التبرج إلا تلك المرأة التي تطلب الفاحشة خصوصا في تلك الأزمنة خصوصا في تلك الأزمنة